اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية بعد ما تعلمنا في المحاضرة السابقة المتغيرات وكيفية طباعة المتغيرات راح نتعلم في هذه المحاضرة موضوع مهم جدا 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 ألا وهو زراعة لغة HTML بداخل أكواد لغة PHP طبعا لو ردنا ندمج بين لغة HTML ولغة PHP عدنا عدة خيارات راح نشرح أكثر هذه الخيارات حاليا وإن شاء الله في المحاضرات القادمة راح نشرح الخيارات المتقدمة الخيار الأول هو طباعة كود HTML بداخل الجملة إيكو كأنما نص عادي يعني نضيف طبعا لابد أنه إحنا عدنا فتح PHP وإغلاق PHP وبداخله نكتب إيكو وعلامتين اقتباس وطبعا لا ننسى أنه ماكو يساوي مباشرة وحتى لا ننسى نخلي علامة الاقتباس بالنهاية بداخل هذه علامتين الاقتباس نخلي كود HTML مثلا نضيف H1 نجي نكتب H1 طبيعي كأنما نكتب H1 بلغة HTML العادية H1 وبداخل هذا ال H1 ممكن طبعا نجي نانه وسم الفتح ونخلي وسم الإغلاق وبين الوسمين نكتب الناس عربي أو إنجليزي مثلا عربي راح اكتباني عالم بهاء الاحترافي يعني هنانا عندنا هذا كود الـ HTML العادي اللي هنانا ممكن أنه نكتبه بهذه الطريقة نفسه تماما هذا الكود ناخده ونخليه بداخل العلامتين الاقتباس الخاصات بالجملة إيكو وطبعا نضغط على S ونجي هنا نجري رفرش لاحظ أنه عالم بهاء الاحترافي راح تظهر وكأنما احنا كتبنا HTML وليس PHP هذه طبعا إحدى الطرق المستخدمة في زرع الأكواد الـ HTML بداخل PHP طبعا نقدر نضيف صورة أيضا بنفس الطريقة نخلي نضيف صورة مثلا هذه الصورة هذه الصورة اللي هي اسمها 33.jpg راح نضيفها بنفس الطريقة طبعا نجي هنا أنا إيكو ونضيف علامتين اقتباس ولن ننسى أنه نسد الوسم ونضيف image بشكل اعتيادي جدا img src يساوي هنا طبعا لا بد أنه ننتبه الفقرة نكتب الامتداد اللي هو 333.jpg وطبعا نسد الوسم الخاص بالصورة طيب إذا لاحظوا هنانا عندنا هذه علامة الاقتباس وهذه علامة الاقتباس الخاصات بالدالة إيكو يعني لحد الآن هنا عندنا الأمر إيكو هنا عندنا الكود اللي هو image الكود image بـ source اللي هو الامتداد والامتداد يكون بين علامتين اقتباس أيضا فرح يكون هنانا عندنا علامتين اقتباس ويا علامتين اقتباس رح يكون تضارب يعني هنانا عندنا علامتين اقتباس وهنانا علامتين اقتباس رح يكون تضارب بهيجي حالة لابد أنه نغير واحدة من عدهن إلى واحدة نخليها علامتين اقتباس مفردة وأخرى نخليها علامتين اقتباس مزدوجة يعني واحدة نخليها مفردات واحدة نخليها مزدوجات فالخيار لكم يأما تختارون الرئيسيات هذني يكون مفردات يعني هنا بالبداية وبالنهاية تكون مفردة والبنص تكون مزدوجة يأما اللي بالنهاية والبداية تكون مزدوجة والبنص تكون مفردة الخيار لكم أنا أفضل دائما البنص يكون المزدوجات واللي بالنهاية تكون مفردة يعني هذا الخيار لكم أي خيار تختاروه هو صائب ولكن الخيار الشائع ضمن المبرمجين أن يخلون بالنهاية والبداية مفردات وبالمنتصف يخلون مزدوجات نجرب الصورة نشوف هل راحت تنطبع أم لا طبعا نسوي رفرش لاحظ أن هذه الصورة انطبعت بشكل طبيعي جدا من خلال هذه الطريقة قدرنا نزرع أكواد HTML بداخل أكواد PHP وقدرنا نزاوج بين اللغتين وطبعا إن شاء الله رح نستفاد من هذا الشيء إن شاء الله بالتطبيقات المتقدمة في إنشاء موقع متكامل نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر